تنفيذ لتوجيهات رئيس سيسي بتوطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنظيم مؤتمرات ومعارض لاحتياجات القوات المسلحة من قطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني للصناعات الدفاعية التي يتم تدبيرها من الخارج تضمنت هذه الفعاليات جولة تفاقدية للمعرض الذي يضم عددا من قطع الغيار والمستلزمات الفنية لإدارة المركبات التي يمكن إنتاجها محليا لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطني ويأتي ذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهات التصنيع الحربية ومختلف الشركات الصناعية بهدف تعميق التصنيع الوطني حيث قامت إدارة المركبات للقوات المسلحة بتنظيم مؤتمر ومعرض لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر